موسيقى لم تكن هذه الزيارة المفاجئة كسابقتها لفخام الرئيس الجمهورية في الهائة الوطنية لامتحانات والمسابقات لان فخامته منذ توليه سدة الحكم لم يدع قدميه في جارة المالية والميزانية والتي تعتبر الشريان الاساسي للدخل القومي للبلاد وهو الجهاز المونط له بان يكون الناهض بتنميتنا الوطنية المسبب بالاقتصاد والمؤمن عبر ادارة الضرائب والجبايا الوطنية ولكن كما يقول المثل ليس كل ما يلمع سهب وليس هناك دخان بدون نار لقاء فخام الرئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو المفاجئ مع عمال ادارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة يفسر بالتحديد ان هناك من بين هؤلاء يريد بان يضع العقدة في عجلة التنمية يجب على الكل اغز هذه الملاحظة بأين الاعتبار لان فخام الرئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو يتابع عن كثب ما يجري وانه يريد نهوض بجمهوريتنا المجيدة يريد لشعبها الرفاهية ويرود لنا النماء وفي هذا الاثناء ان مجموعة قليلة من عمال ادارة العام للضرائب يريد بان يلعب لعبة شد الحبل فخامته والحكومة يرفعون الحبل للأعلى وهناك من يجر الحبل الاسفل يريد بان يخترس المال العام بشتى الوسائل والطرق وتحت مسميات لا حول لها ولا قوة الا بنصوص لا بد لها بان تعدل وهذه النصوص الخاصة تنصب ان يكون لعمال ادارة العام للضرائب 3% من التغطية الضريبية فاذا كان الحال ذلك فاين التنمية الوطنية الشاملة هكذا ختم فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إدنون لقائه مع عمال ادارة العام للضرائب المباشرة وغير المباشرة وخلال اللقاء قدم فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إدنون نشرة كاملة للدخل القومي منذ ام 2014 وحد 2018 وقال ان الدخل مزحزح ولم يكن ثابت اي ان هناك تلاعب وما في دخان بدون نار يجب ان تباشر العمل دون تراجع ومن غير الشروط اما ان تسهب الى العمل او ان نجد حلا قد لا يرضي الجميع قالها فخامته بصراحة اي بمعنى اذا كان دخل التغطية الضريبية لعام 2018 سبعة مليارات من اي سلسة مليارات من اصل سبعة مليار في حالة ان هناك الفين من خرجي الضرائب لا يزالون بدون عمل لا هذا ليس معقول يجب ان نوقف هذا التلاعب باسرع وقت ممكن يجب على الجميع مباشرة العمل والنظر الى المصلحة العامة دون الرجوع الى المصلحة الخاصة او ان نستعمل عبارة اذا اختلف اللصان زهر المصروق انا على حق وانتم على باطل لاني وضحت لكم كل شيء يجب ان تعملوا من اجل التنمية ولكن ارى عكس زالب لانكم تتلألأون كما لم تكن هناك عقبة ما وننويه ان اللقاء المفاجل فخام الرئيس الجمهورية مع عمال ادارة الضريب المباشرة وغير المباشرة كان في وزارة المالية وبحضور وزير المالية والميزانية وعدد كبير من وظيفي ادارة الضرائب بمختلف فرعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة